وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال بأن الرد على إيران وعلى الهجوم اللي هم وديتهمون بإيران بأنها هي من قامت به على السفينة الإسرائيلية قبالة سواحل عمان وتحديدا قبالة ميناء الدقم شمال شرق الدقم قال بأنه سيكون الرد جماعيا وما المقصد هنا بأنه الهجوم سيكون والرد سيكون جماعيا يجب أن نفهم هذه القضية بالتفاصيل هذا معناتها بأن واشطن ستشترك مع إسرائيل وبريطانيا ورومانيا كون أن واحد من الطاقم كان روماني من السفينة اللي انضربت كذلك واحد بريطاني والسفينة أصلا هي إسرائيلية كما قلنا على هذا الأساس رح يجتمعون ويسوون الرد المناسب ضد إيران وعلينا أن لا نستبعد بأن الضربة قد تكون يوم الخميس خاصة وأن يوم الخميس هو يوم مهم بالنسبة لإبراهيم رئيسي لأنه هو رح يستلم زمام الأمور في هذا اليوم كون أن اليوم المرشد الأعلى صادق على السيد إبراهيم رئيسي لأن يكون رئيسا لإيران وعلى هذا الأساس اختيار هذا اليوم تحديدا سيكون إلى فد رمزية كبيرة بالنسبة للمجتمع الدولي خاصة وأن رئيسي روج له بأنه سيكون هو رجل المرحلة بالنسبة لإيران وسيكون مواجها كبيرا لإسرائيل للولايات المتحدة الأمريكية ولكل هذه الأمور والتحديات التي تتعرض إليها إيران أما بالنسبة لإسرائيل تحديدا فهي تستغل هذا الموضوع بشكل كبير جدا إلى أقصى حد ممكن هذه الحادثة التي صارت على السفينة الإسرائيلية تحديدا الإسرائيليين يأخذون على المستوى الداخلي أنه يريدون بينون نفسهم هم أقوياء في الداخل أمام الداخل الإسرائيلي ردا على بنيامين نتنياهو بنيامين نتنياهو الآن هو قائد المعارضة في الداخل الإسرائيلي هو باختصار يقول بأنه إسرائيل كان من المفترض أن ترد حقيقة بسرعة كبيرة جدا على إيران بعد الضربة التي صارت من الخميس الماضي من الخميس الماضي ضربت السفينة الإسرائيلية وإنت يا حكومة نفتالي بنت لحد الآن ما رديته على إيران فبالتالي الإسرائيليين يريدون الآن يثبتون العكس مما يروج له بنيامين نتنياهو كذلك على المستوى الخارجي الإسرائيلي وتحديدا السفير الإسرائيلي بدأ يتحرك إلى مجلس الأمن الدولي يحاول أن يأخذ قرارات أممية ضد إيران وليس فقط توجيه ضربة لإيران وكذلك أنه يريدون يبينون نفسهم بأنه هم الآن دوليا مؤثرين ليس فقط على مستوى بريطانيا ورومانيا وإنما دول أوروبا كلها يقدرون يقلعوهم بمجلس الأمن الدولي لاتخاذ القرارات اللي يريدوها الآن الأهداف التي نتحدث عنها إيرانية يعني موجودة في العراق موجودة في سوريا موجودة في اليمن لذلك العراق هو جزء من الأهداف المطروحة وبالتالي إذا ما ركزنا على العراق تحديدا هذا الرجل جون هانا هذا هو مستشار الأمن القومي لديكتشيني ديكتشيني الذي كان هو نائب الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق جورج دابلي بوش الذي غزى العراق هذا الرجل وجه انتقادات كبيرة ولاذعة جدا لجو بايدن وطبيعة تعامل مع الشرق الأوسط وتحديدا مع العراق وخاصة عند إعلانه تحويل القوات الأمريكية من قوات قتالية إلى قوات تدريبية اعتبر هذا الأمر هو أمر مكرر لأن التحالف الدولي أصلا في شهر سبعة 2020 سووا هذا الإعلان الرسمي وقالوا تحولت قوات التحالف الدولي من قوات قتالية إلى قوات تدريبية فبالتالي بايدن قاعد يكرر القضية ليس هناك الشيء الجديد وبالتالي هو يعتقد أن جو بايدن كان لديه هدف أن هذا الإعلان يصير من البيت الأبيض حتى يساندون بالرئيس العراقي رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي كذلك محاولة لاسترضاء الفصائل المسلحة التي تهاجم بشكل مستمر التحالف الدولي محاولة لتخفيف وطأة الهجمات التي يتعرضونها بهذا الإعلان المكرر بالإضافة إلى ذلك أنه ما دا يعتقد جون هانا بأن هذه القضية ستستغلها إيران ورح تستغلها الفصائل أبشع استغلال ليش؟ لأنه ما دا يشوفون بأن جو بايدن الآن هو انسحب من أفغانستان يريد العودة إلى الاتفاقية النووية وأخذ رضا إيران في هذه القضية كذلك من 40 هجوم سوت الفصائل المسلحة منذ أن أصبح جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية من 40 هجوم كل اللي سوا بايدن هو رد بضربتين وهذه الضربتين كانت في سوريا وكانت في العراق وفي الصحراء تحديدا فبالتالي هو دا يقول بأن إيران والفصائل المسلحة عندما ترى أقوى دولة في العالم ترد بهذه الطريقة وبهذا الريت الخفيف ضربتين بهذا الشكل اللي هو اعتبره خجول حقيقة ولا يمثل الولايات المتحدة الأمريكية فأن الفصائل المسلحة سمرشحة أن تقوم بها جمعات كبيرة جدا خاصة إذا ما جاء الرد على هذه السفينة الإسرائيلية التي نتحدث عنها مباشرا على إيران أهداف في العراق أهداف في سوريا أو حتى على مستوى الخليج العربي أو حتى على مستوى خليج عمال على السفن أو غيرها فالرد سيكون في العراق وسيكون قاتلا واعتبر أن الستة أشهر القادمة ستكون ضاغطة بشكل كبير على القوات الأمريكية بالتالي هو أنتقد الوضع الذي اختار بايدن وطبيعة السياسة الذي يتبعها الآن بايدن هو الذي يتبع هذه السياسة ليس فقط لمواجهة الصين وروسيا يجب أن ننتبه إلى قضية مهمة جدا هو الذي يعاني منها بايدن القضية الذي يعاني منها هي مصادقة الشعب الأمريكي الآن إلى يوم أمس هو وصلت نسبة مصادقة الشعب الأمريكي عليه إلى 51.1% وهذه أدنى مستوى يصل إليه جو بايدن من مصادقة الشعب الأمريكي وهذا يعتبر ضوء أحمر وخطر كبير جدا فبالتالي هو معتمد على أمور داخلية قاعدة تصير يعني إذا جئنا إلى الأمر الداخلي الأهم اللي هو مركز عليه الآن جو بايدن هو الذي يصير في الكونغرس الأمريكي تحديدا في مجلس الشيوخ بموافقة حقيقة الديمقراطيين والجمهوريين حول البنى التحتية مشروع كبير جدا بتريليون دولار كاملا مشروع مكون من 2702 صفحة وافقة على 550 مليار دولار مؤخرا على هذه القضية بعدما وافقة على 450 مليار دولار نحكي على تريليون كامل البنى التحتية للسيارات الكهربائية للطرق للسكك الحديدية للإنترنت وكذلك إلى شركات ومحطات الشحن أنه هذه ديريدون يطورها البنى التحتية للمواطن الأمريكي من أجل أن تؤثر أن تكون هذه في فترته هي أكبر مشروع يمول بي حقيقة يمول بي الولايات المتحدة الأمريكية والبنى التحتية بالتالي ممكن أنه أملا على أن هذا الأمر ومشروع آخر بـ 3.5 تريليون دولار متوقع أن الجمهورين لا يساعدوا به ولا يوافقون كما وافقوا على هذا القرار أنه ترتفع نسبته ويصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى لفترة قادمة وأيضا تساعدهم بالانتخابات القادمة السنة القادمة في مجلس النواب الأمريكي للمنافسة كبيرة من الجمهوريين على هذه القضية طبعا هذا الأمر أيضا يجب أن ننتبه إلى قضية أساسية أن حقيقة الظروف التي يعانيها في الشرق الأوسط الفورين أفيرس بهذا المقال اليوم وضعت الحل الأنسب لجو بايدن وتعاطت مع طبيعة جو بايدن وتحويل القوات القتالية إلى استشارية وغيرها من هذا الأمور واختصرت الأمر بقولها بأن كل ما على جو بايدن هو أن يدعم الحوار بين السعودية وبين إيران وإذا متقاربة السعودية ومع إيران فالأمور راح تنحل وتصير سهلة والشرق الأوسط يهدأ واليمن تهدأ وغيرها من هذه الأمور وتصبح الأمور سهلة جدا بالنسبة لجو بايدن وبالتالي يستطيع الانسحاب كما يريد